حقيقي حقيقي كان ممكن ولكن الحمد لله على كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم محمد الشام ودي قناتي قناة اماتشات خلص دور نصف النهائي بحلو بمرو او يعني هو بقى مرو بس لان خلص مفيش حلو اساسا يعني انا كمان مصر مش في كاس العالم ولا ايطاليا فاكيد مفيش حلو خلص انا كده بالنسبالي يعني الواحد كان مشجع المغرب ففي نوع من انواع الاسا او الحصرة للي حصل طبعا اقول مبروك للمنتخب المغربي اداء مشرف جدا وبطولة هيلة جدا وانجاز ما بعد وانجاز كان في سنة الحلم يستمر وكان ممكن ايه يعني حقيقي انا شايف ان الحلم كان ممكن جدا يستمر مغرب يمكن نعبة ماتش كبير مبارح استثناء اول ربع ساعة يعني نخش في الماتش ده نبتدي من الاخر يعني ماتش فرنسا والمغرب خلص اتنين صفر الفرنسا ولكن عكس مجريات الماتش الى حد كبير المغرب مش هقود اتكلم في التكتيك والتغييرات التكتيكية في الملعب واللعب بخمس مدافعين وحتى يعني كان الناس كتير انتقدت ان ليه في تغيير للتشكيل او للرسم التكتيكي وهو ده اللي كان ناجح مع المدرب ولكن بعض المدربين بيحبوا يعملوا نوع من انواع المفاجآت في التشكيل قبل ماتشات معينة ان هو هيعملوا مفاجأة للخصم او درباك للخصم ولكن للأسف الموضوع ما نجحش وهو في الغالب ما بينجحش يعني الا في مناظر يعني فللأسف كان جن سخيف الى حد كبير درباكة في منطقة الجزاء الدفاع كله تكتل عند الكورة ايو هرناندس كان فاضل وحده خالص جات له الكورة وبرضو ياسين بونو ما عجبنيش يعني تردد الى حد كبير بعد ما طلع تردد ان هو يكمل طلوع ولا يوقف مكانه وللأسف كان هدف سخيف الهدف ده خلى المغرب تتخلى عن خوفها وتلعب جيم مفتوه وفعلا هي اللي كانت تقريبا مسيطرة في اغلب اوقات الماتش كان في بعض المرتدات الخطر طبعا نتكلم على مبابيو في نوع اسام كبيرة في فرنسا كان ممكن يشكل خطورة الى حد ما ولكن الدفاع كان بالمرصاد الى حد كبير ومساعدة اناحي ومرابط في خط الوسط المغرب عملت ماتش جميل جدا ولكن كالعادة المشكلة اللي احنا دايما بنتكلم عليها مشكلة المغرب هي الهجوم طول البطولة للأسف هجوم المغرب مش الهجوم الخاطف لسه بقول جايز لو المغرب عندها مهاجم قناص اللي بيعرف يخلص فرص كانت خد تكاسر عالم بسهولة المستوى مش شايفينه عالي وفي نفس الوقت المغرب كانت مادية مطش حلو جدا واصلت كتير على مرمى برنسا ولكن بدون اي نجاعة هجومية لان للأسف الهجوم المغربي ضعيف جدا يعني اضعف خط من خطوط المغرب هو الهجوم للأسف زياش على الجنب كان بيحاول يناوش وبيحاول يعرض كور كتير ويسقطها وكانت دايما المغرب بتعمل مشاكل وخاصة من الدرابات السابتة ولكن للأسف يعني مفيش عندهم المهاجم اللي يخلص أو رأس الحرب المرعب اللي يقتنص أنصف الفرص ولا الفرص الكاملة حتى يعني بكذا مبارح كذا فرصة يعني رعونا شديدة وتفكيرات يعني تخبطات في التفكير وتردد والتردد يضيع الهجمة يعني لازم المهاجم يكون دي سايسي فيه وللأسف جون تاني في آخر الشوت التاني برضو دربكة شديدة وديفلكشن يعني كرة يعني كرة غريبة كده وبردو ياسين بونو ما طلعش كان ممكن يطلع يعني الكرة كانت ماشية بتتهادة كان لو طلع بسرعة كان ممكن يخدها يقفل يعني جايز من وجهة نظري إنه كان ممكن برضو يعني جايز في الإمكان كان أبدع مما كان ولكن للأسف قدر الله مش أفعل تحية طبعا للمنتخب المغربي يقدوا بطولة هيلة ولكن فيه نوع من أنواع المرارة أو الحصرة لأن مش ده اللي احنا كنا متخيلين يعني كنا متخيلين إن فرنسا هي اللي هتكون مسيطرة وإن هي يعني بنقول يا رب يسطرها يعني هو للأسف وحاجة حلوة إن هي للأسف إنها لم تترجم الأهداف إن كانت السيطرة المغربية في معظم أجواء المباراة وكان بأداء جيد جدا وبرجولة وكالعادة الدفاع والوسط كانوا بيقدوا بشكل جيد ولكن يمكن الدفاع ما كانش في أحسن أحواله زي المطشات اللي فاتت برضو حكيمي ما كانش عجبني المطش ده ما عرفش ما كانش بيؤدي لا دفاعيا ولا هجوميا بالشكل اللي كان مرجو منه قوي الخلاصة إن كان في الإمكان أبدع بكتير من مكان ولكن قدر الله مش أفعل فيه نوع شعور من الغضادة أو الحصرة أو النوع من المرارة ولكن نقول الحمد لله يعني برضو يستحق كل التحية والتقدير للأسف خسارة من المتخب الفرنسي 2-0 و الفرنسا تتأهل للفاينال ونرجع لليوم اللي قابله مطش الأرجنتين وكرواتيا الطرف الأول من الفاينال أو الدور النهائي الأرجنتين تتغلب بالمهارة وبالتوفيق الغير عادي من بعض المساعدات التحكمية أيضا لأن اللقطة الأولى في البانالتي ناس كتير شايفين إنه هو مش بانالتي يعني الموضوع في كلام بس أنا برضو من وجهة نظري شايف إنه هو مش بانالتي مهاجم هو اللي رايح للحارس المرمى ما كانش يتعمد عاقم حارس المرمى هو واقف مكانه مهاجم هو اللي خبط فيه يعني أنا شايف إنه هو كان بانالتي صوفت حتى ما تعدش كتير ما رجعناش للفار الموضوع كان غريب شوية ومريب وكان عادة بانالتي يعني الأرجنتين بانالتيات كتير ولكن تنفيذ رائع من ميسي تنفيذه بشكل دقيق جدا وقوي جدا المكان والسرعة المطلوبة فكان تنفيذ هاي الجون التاني برضو كان توفيق غير عادي الفارس تتول منه المدافع يحاول يجيبها تخبط في جسمه وتتول تاني المدافع التاني حاول يجيبها تخبط في جسمه وتتول تالت وفي الآخر حارس المرمى حاول يوصلها ولكن هو مد بوز ولا سن جزمته ولا وش رجله ويدخلها في الجون كان جون فيه برضو نوع من أنواع من التوفيق الكبير ولكن في آخر الشوط التاني مهارة من ميسي يعني طبعا هي شكلها كان جميل جدا يعني هي مش هنقول غير عادية لأن بالنسبة ل ميسي عادية كان المدافع وتعريضة وكان عادة الفارس يعني برضو تقلق ولكن حقيقي يعني نتيجة غير منصفة لأحداث المطش لأن الكرواتيا تقريبا هي اللي كانت مسيطرة لحد البانالتي اللي جي فيهم بعدما البانالتي يجي وفريق الكرواتي كان ضايع على قد الملعة وتايه إلى حد كبير ما كانش فيه تركيزه بقى يعني حصل له حالة من التوهان ما كانش عارف ينظم صفوفه هي مستحقة للأرجنتين ولكن بكثير من التوفيق حق ربنا الأرجنتين التوفيق يحالفها بشكل كبير جدا من مطش السعودية بعدما الخسارة مع السعودية وبعديها التوفيق يحالفها بشكل كبير كل مطش بتكسب مهارة المسي مع توفيقي لحد كبير مع ممكن بعد قرارات التحكمية ولكن في النهاية دي الكروة خلاص بقى طرف من النهائي أرجنتين ضد فرنسا طبعا توقعات والتكهنات هتكون غريبة شوية الناس كلها طبعا هتبقى مرشحة فرنسا يعني الطرف يمكن الأقوة وكل حاجة ولكن مش عارف عندي إحساس الأرجنتين نحظ معها بشكل كبير ده غير إن مسي فورما عالية يعني واضح إن هو مركز أول بطولة خلاص بيعصر شوية الأخرانين اللي عنده وعلى آخر مطلع كل اللي عنده مش بخلان بأي حاجة البطولة دي طبعا مسي ليه أداءات أعلى من كده بكتير يعني اللي متابع مسي أكيد عارف إن مسي أعلى من كده بكتير ولكن كأداء في كاس العالم واضح إن هو مطلع قلبه كله ومطلع جهده كله يعني زي إيه مستقتل على البطولة فمش عارف مش قادر أتوقع قوي ولو إن أنا حاسس إن في بعض المؤشرات والتوفيق اللي ماشي يعني ناحية الأرجنتين شوية لو إن طبعا النهائي دايما ما بيكونش ليه توقع وبصراحة مش فارق معا مين يكسب لأن خلاص أنا يعني إيطاليا طالما مش موجودة خلاص ومصر طبعا مصر يعني مش في النهائي ولكن الناس دي إيطاليا مرشح دايما لكاس العالم للأسف مش موجود فبالتالي خلاص يعني أنا بالنسبة لي للمغرب إن هي وصلتنا وعشمتنا ما كانش الأدوار دي يعني الواحد كان هيتابع عب عصاب أهدك طبعا يوم الزبت هيكون في المركز الثالث والرابع بين المغرب وبين كرواتيا نتمنى الفوز للمغرب تاخد برضو ميداليا ويبقى يعني المركز الثالث برضو تبقى حاجة جميلة وتستحقها هيكون ماتش برضو قوي جدا لأن فرقتين عندهم دفاع قوي وحراس مرمى قوي يمكن من أحسن حراس مرمى في البطولة إن لم يكن هم أحسن اتنين جاسين بونو مع ليفاكوفيتش فالماتش هيكون صعب وجايز يكون ممل شوالا وهم الاتنين قفلوا وجايز يعني يمتعونا ويلعبوا بقى خلاص لعبة مفتوح لأن كده كده خلاص الماتش يعني الثالث ورابع ما بيكونش ماتش حماسي قوي قوي يعني مش بطولة ولكن هنشوف إيه اللي هيحصل وطبعا النهاية يوم الحد وختم البطولة إن شاء الله بإذن الله تكرر تاني أقول مبروك للمنتخب المغربي الأداء المشرف وإن شاء الله نبريك له بالمركز الثالث يعني إن شاء الله كان بالإمكان أبدع مما كان ولكن قدر الله ما شاء فعل بإذن الله يكون لنا برضو لقاء بعد الماتش النهائي بإذن الله نشوف إذا كان لايف ولا هنعمل حلقة وردو عادية وطبعا لسه هنرجع بقى لليوفنتوس لسه نبقى نعمل نرجع تاني للأخبار مع ليوفنتوس واللايفات بتاعتنا يعني تعتبر حلقة سريعة وخفيفة هو خلاص ماتشين بتوع نص النهائي أتمنى تكون لذيذة عليكم دي قناة زي ما دايما بقول فيها كلام عن طب وجراحة العيون بشكل مبسط عشان أي حد يفهمها وكلام تاني بعيد عن الطب خالص وكلام عام وكلام عن أفلام أتمنى أنها تكون ممتعة ومفيدة لو مستهوياكو القناة أتمنى تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية واللايف الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته